إذا معك آيفون 15 برو أو 15 برو ماكس من خلال زر الإجراء بس تضغط عليه ضغطة مطولة بيفتح لك التطبيق اللي أنت بكون مخصص لهيدا الإجراء مثل هيك أنا فتح لي الكرآن الكريم إذا معك آيفون أقل من 15 برو أو 15 برو ماكس من خلال الضغط مرتين على ظهر التليفون بيفتح لي التطبيق اللي أنا أبدية واحد اثنين ملاحظين فتح لي تطبيق الكرآن أول خطوة مندخل على تطبيق الاختصارات بعدين مندخل على الزائد مندخل إضافة إجراء منكتب بالبحث فتح تطبيق منكبس على فتح التطبيق أو Open Apps بالإنجليزي حد الفتح في التطبيق منكبس عليها من نقل التطبيق اللي إحنا حابين نفتحه بهيدا الإجراء مثلا أنا حاب أفتح الكرآن الكريم بيكبس على الكرآن الكريم هيك علم الكرآن الكريم بيكبس أنا تمه هلأ أنا عملت الإجراء لحتى فعل هلأ الضغط من الخلف بدخل على الإعدادات بعدين بنزل بدخل على تسهيلات الاستخدام بدخل على اللمس بنزل لتحت بشوف الضغط من الخلف بيكبس عليها بتجيني الضغط مرتين بيكبس عليها وبنزل لتحت لأوصل على الإختصارات هون الإختصارات بنقي فتح تطبيق هيك علم صاح هلأ بضغط أنا ضغطين على التليفون من ورا بيفتح لي تطبيق الكرآن الكريم هلأ حتفعل زر الإجراء إذا معك 15 برو أو 15 برو ماكس بدخل على الإعدادات بنزل لتحت بدخل على زر الإجراء بكون أنا حاططها على الإختصار بدخل على السهمين هون أنا بختار الإجراء اللي أنا عاملوا به تطبيق الإختصارات حطيت الكرآن الكريم هلأ من خلال ضغط أنا كبسي مطول على زر الإجراء بيفتح معي تطبيق الكرآن الكريم جربوا الحلقتين وعطوين رأيكم فيهم وما تنسوا الشخص عن مشكلة بالآيفون تبلي بالتعليقات وإن شاء الله بسرع وقت ممكن بحاول رد عليه وحللنا مشكلته شكرا